بطلع كثير لأنه لأنه إذا بدي أردع أطلع وإنساءل بدي أحكي نفس الحكي بدي جاوب على نفس الأجوبة أجوبة فأفتكر عرفت بالأمر على الباب بتصورك أنت أول منك بعدك عامل الإيميل والويب سايت يعني فيني أقول أنه المطرح اللي قدمتي منه الويب سايت والإيميل تبعك هو الأمر على الباب تقريباً يعني قدي كم إيميل من وقتها لهلأ صار جايكي عندي كتير ما في شك بس أنا أثرت لأنه كنت رد كتير وكنت أعمل ميساج أبعث وصان للكل أثرت لأنه نشغلت وسفرت وهيك يعني عن جد كان كل يوم عم بفوت على الساعة تب عولي يعني فوق الثلاثمائة يعني مرح زيدة بس أوقات كان فوت على يعني فوت على الويب سايت يكون فايت أكتر من ثلاثمائة وقت متان واو 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 كتير بيسعدني أكيد أنه هيك بعرف قدي في عالم بتحبني وهيدا شي بيشجعني أنه أشتغل وقدم دائماً إشيء عرفته جديد هده التطواج تفرجيني انه تخلي البابيون حلو حلو شباب صبايا ما شفتو يا عيونة لا يخفى شي عليك عاينزاد وبعدين ضعفاني يخذ العين عملت افاري عاينزاد تعذبت لان اقصت وزن تعذبت لانه احب الاكل وكنت دايما دايما يعني التايل اصغر من الحجم الكنت انا فيه فبعدين اكتشفت ايش اكتشفت كان امر واقع عايشته انه ما بشي عم بفوت فيه صراحة ايه لا هاي بالصراحة بعدين قررت انه خلاص انه انا انه انا بالنتيجة فنانة يعني وعطول بده بيين على العالم انا شي بيين بشكل انه لايق نوعا ما يعني عرفته انه مش بورفكت يعني ما فيه قصلة شغلة بس اكتر ما فيه انه اديال عالسعيد الشغل اليستا كمان كتير يعني حتى كنت معنا بسبوت الاسبوع وكنا كن مرة عم نتصل يمكن انت بتارفي عندما نبالش نتصل فيك انه معناتها فيه ناس عم تسأل عنها الموضوع وبرغم من انه طلعت بصوتك عم تحكي وخبرنا وإلى آخره ضلت الناس تسأل لا شك انه صار فيه تأخير بالالبوم صار فيه تأخير كتير كان فيه شوية مشاكل بالحقيقة بين شركة خطيناها والمشاكل خلصت مؤخرة يعني فهلأ خلص الاغاني جهزه وتوزعه يعني اكتر من نصه نتوزع وصوت نحط على بعض الاغاني والبعض الثاني عم حطه انشاء الله في شهر الجين يكون على رد بسوق يعني ظهرů طب شوفينا هيك نتفرد نعرف شي عن الالبوم عن شي غنية شي حرفين من هذه الغنية انو مبينن نحنا الكبيرة جميعها جبًا قوعد جميلة الأغاني كلها انا بحبها لانو أنا لققته ايسا حتح رح غني لك غنية ظهر حتح اممممم في الاحساس في الكون انك تعشق بجنون وده حالي معاك خلتني اعيش ايام مليانة بشوق وغرام فوبني هواك عشقك بجنون روحي انا قلبي المفتون كله منا وياك بيعيش احلى هنا حبيبي انا يا روحي انا اجمل احساس في الكون انك تعشق بجنون وده حالي معاك خلتني اعيش ايام مليانة بشوق وغرام فوبني هواك انا ما عندي هداية عادة بالامر على البيب بس حبيت ادمه هي اكتبسيونال هالحلقة كمان شوية من الوديونس نقدر هيك نقدمده شغلة لازيزة فبديك تعطيني ورقة اليسا بليس اليسا بدي فارشيك شغلة كتير مهضومة وبترقص كتير بطريقة لازيزة كدول امر على البيب اليسا لكي شو مهضومة يعني اجد انا ورقة نكتبسي مجنونه هيا! هيا! هيا إليسا! هيا إليسا لكي شو معدومة؟ يعني عجد او ربحان الجيزة لألا ما كانت فرحة الآن! إذن طياران الإمارات كمين مره رح يسفر واحد من الجمهور اللي معنا على دبي بيروت كرميل كمين يتصلوا بمهرجين التسوق هالمرة أولو مبروك لويسام نعنوع موسيقى 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 إليسا بطار في وقت تمرق السنة وقت تمرق السنة هيك بيكون الواحد في إشاج عبالوا يعملها ما عملها شغلات عبالوا يجيبها ما جيبها بنيس عبالوا يشوفهم ما شايفون موسيقى شغلة معينة مثلا إليسا كان عبالوا تجيبها في السنة الماضية وكانت تغار من واحد من أصحابه أنه هو عنده إيها وعطول بده شي مثله يترح زرتي شو هي؟ هذا من أصحاب أنت تحب التصفير؟ كاميرا كاميرا بس أنه بروفيسينات inkنان بكعة صورية لأنه ودي عرفيق هذا الهجفان بحولي هاي عطول بسورني كل مرة بقلو سيفة غلطت لي بدروح جيب كاميرا هلأ كنت رايحها عن نوباي كابدير جيبها كابدي كتير به زبتولي إيها أرجوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر